موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس سيترأس بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفز في جديد الأزمة الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فلودو ميرزيلينسكي إن الاستنتاج الصريح للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل دليلا واضحا لا يقبل جدل على عدم وجود استعدادات لصنع قنبلة قادرة في أوكرانيا وأعلنت الوكالة الذرية أمس أنها لم تجد أي مؤشرات تدل على أنشطة نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات التفتيش أجرتها بناء على طلب كييف بعد اتهامات روسية لها بتطوير قنبلة قادرة دوليا دائما وعلى بعد أيام من انعقاد قمة المناخ كوب 27 المرتقبة بشرم الشيخ بمصر دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى اعتماد ميثاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في إطار الجهود الجماعية لمكافحة الاحترار المناخي وفي إطار هذا الميثاق تقدمه دول الأغنى الدعم المالي والتقني للاقتصادات الصاعدة لصالح التحول في مجال الطاقة وذلك فضلا عن الدعم من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف وشركات التكنولوجيا بهدف مساعدة الاقتصادات الناشئة على تسريع انتقالها نحو الطاقات المتجددة في موضوع آخر أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جوجيا ميلوني في بروكسل سلسلة لقاءات مع قادة الاتحاد الأوروبي جمعتها مع كل من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ورئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بدرزايو في المتابعة رئيسة الوزراء الإيطالية جوجيا ميلوني تطأ قدمها بروكسل أول رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا واليمينية التوجه جعلت من عاصمة الاتحاد الأوروبي أول زيارة خارجية لها لعقد سلسلة لقاءات مع قادة الاتحاد وذلك بعد أن كثفت منذ انتخابها التصريحات الداعمة للتكتل أجندة ميلوني في بروكسل تحركها الدوافع الاقتصادية وتداعيات أزمة الطاقة التي تخيم على أوروبا ومن المتوقع أن تشدد رئيسة وزراء ثالث اقتصاد في منطقة اليورو على ضرورة اعتماد إجراءات أوروبية لخفض أسعار الطاقة وهي معركة بدأها سلفها ماريو دراكي يأمل القادة الأوروبيون اقتناص هذه الفرصة لكي يفهموا بشكل أفضل نوايا ميلوني لكن سيكون من الصعب لبروكسل على المدى الطويل تجنب مواجهة بشأن الهجرة الموضوع المفضل لليمين في إيطاليا التي تشكل إحدى أبرز بوابات دخول المهاجرين إلى أوروبا دوليا دائما أبلغت شركة تويتر موظفيها أمس في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأنها ستباشر عملية لتقلص القوة العاملة مؤكدة بذلك شائعات يجري تداولها منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع قبل أسبوع نتابع رياح التغيير تهب على تويتر الموقع الاجتماعي سيباشر عملية تسريح كبيرة لقوته العاملة وفقا لصحيفة واشنطن بوست سيتعين على خمسين بالمئة من نحو سبعة آلاف وخمسمائة موظفنا المغادرة الشركة قالت للموظفين إن هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل منذ أن اشترى إيلون ماسك الموقع قبل أسبوع ومستخدمو تويتر يترقبون بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية رؤيته لحرية التعبير على المنصة ذات التأثير الواسع وطريقة عكاس توجهاته على إدارة محتوى التغريدات ويسعى ماسك لتشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى وأكد أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات في طريقة استمرار تويتر في مكافحة الكراهية والمضايقات الآن مشاهدين إلى الخبر الوطني ومن خلال لقاء في مدينة مراكوش عبر حسن بن عمر نائب رئيس مجلس النواب وأعضاء من البرلمان الكيني عبروا عن أملهم في تعزيز العلاقات بين المغرب وكينيا بشكل أكبر وفي هذا الصدد ذكر الوفد الكيني بأن بلادهم كانت من الداعمين لانتخاب المغرب لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي قبل سنوات مضط تقرير عثمان الضاهر أعرب النائب السابع لرئيس مجلس النواب حسن بن عمر وأعضاء من البرلمان الكينية عن إرادة المغرب وكينيا المشتركة للارتقاء بعلاقتهما في المجال البرلمانية إلى مستوى العلاقات السياسية الثنائية الممتازة جاء ذلك من خلال لقاء عقد في مدينة مراكوش نحن سعادة جدا بهذا اللقاء التواصلي مع زملائنا في المغرب ومرحبا بكم أيضا في كينيا نتطلع لمستقبل أفضل معا من خلال عقد شركات قوية بين بلدينا في مختلف المجالات ويهدف هذا اللقاء الجهوي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يجمع قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بما في ذلك الشركاء الدوليون إلى تعزيز الطموح الجماعية وبث الدينامية في المجتمع وتبادل التجارب وطنيا دائما اطلعت رئيسة جمعية التعاون الدولي الحياة بإسبانيا إنما أوكانيا دي بالديفيا خلال زيارتها لمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدخل ودي الذهب اطلعت على تجربة اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وقدمت لسيدة أوكانيا بالمناسبة شروحات وتوضيحات حول مهام اللجنة واختصاصاتها والأدوار التي تطلع بها في مجال حماية حقوق الإنسان على صعيد الجهة تقريس كينا بسمية خلال زيارتها لمدينة الداخلة اطلعت رئيسة جمعية التعاون الدولي الحياة بإسبانيا السيدة أوكانيا على تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخل ودي الذهب تطرقنا إلى انتهاكات حقوق الإنسان من طرف البوليزاريو واتفقنا على إسماع صوت الضحايا وما وقفت عليه اليوم بمدينة الداخلة يؤكد على حرس السلطات المغربية على احترام حقوق الإنسان أعضاء باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قدموا بالمناسبة للسيدة أوكانيا عروضاً همت النهوض بالثقافة حقوق الإنسان من خلال الدورات التكوينية والحملات التحسيسية التي تقوم بها اللجنة بالجهة وكذا دور لجنة حماية حقوق الإنسان الجمعية طبعاً قامت بالاستماع للعروض التي تقدمت بها التي تقدمت بها أعضاء اللجنة الجهوية لا فيما يخص النهوض بالثقافة حقوق الإنسان من خلال التكوين والحملات التحسيسية هذه الزيارة شكلت مناسبة لتقديم شروحات وتوضيحات حول مهام اللجنة واختصاصاتها والأدوار التي تطالع بها في مجال حقوق الإنسان على صعيد الجهة في موضوع آخر وتحت شعار معاً من أجل تنمية المستدامة أقوى انطلقت بمراكش أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العالمي للنساء رئيسات المقاولات العالمية هذا الحدث المنظم على مدى يومين يقدم برنامجاً يتيح تبادل الخبرات والتواصل الفعال بين نساء صاحبات قرار ومقاولات الرائدات في مجال النهوض بالتنمية التفاصيل مع شيمة جبران النساء الرائدات وصانعات القرار تلتئمنا هنا في أشغال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العالمي للنساء رئيسات المقاولات العالمية بمراكش نساء مبدعات ومناضلات انخرطنا بدون تردد للمساهمة في التنمية بالمملكة وتحريك عجلة النمو الاقتصادي هذا اللقاء الدولي المهم المعقود اليوم في مراكش والذي يجمع نساء رائدات المقاولات على المستوى الدولي هو أولاً مفخرة للمغرب لأنه لننظم هذا اللقاء هذا يعني أنه ينتقى في بلدنا هذا المحفل العالمي بمثابة أكبر تجمع في العالم لصانعات القرار والرائدات النسائية العاملات في مختلف القطاعات لبحث فرص أعمال أخرى متعلقة بالتجارة والاستثمار الدورة الماضية نظمت بإسطنبول لكن هذه المرة ارتأينا تنظيمها بمراكش وبمشاركة ثلاثين دولة بهدف تصلية الضوء على الدور الرياضي في مجال المال والأعمال للمرأة المغربية اخترنا تنظيم الدورة التاسعة والستين بمراكش لأنها صراحة مدينة تجمع بين مختلف الأديان وعدد من الأوطان هذا المنتدى العالمي يشكل مناسبة لتبادل التجارب وتقاسم الخبرات من أجل المضي قدماً وتعزيز التفكير الجماعي حول مواضيع ذات راهنية وبحث الدور المحوري الذي تطلع به المقاولات النسائية في البيئات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأعضاء على سعيد آخر تنظم مؤسسة العمران والمؤسسة الوطنية للمتاحف زيارة لعدد من المتاحف بمدينتي طنجة وتطوان لفائدة تلميذ المؤسسات التعليمية بالمدينة الجديدة شرفات حوالي 150 تلميذة وتلميذة بمدرسة الياسمين وبمدينة الشرفات ومدرسة الجوامعة التابعتين للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفحص أنجراء زاروا عدة متاحف بالمناسبة عودة لشيمة جبران تنوع وغنى سيمات يتسم بها الموروث الحضاري هنا بمدينتي طنجة وتطوان حوالي 150 تلميذة وتلميذة بمدرسة الياسمين ومدرسة الجوامعة التابعتين للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفحص أنجراء زاروا متحف القصبة وفضاء الفن المعاصر ومتحف القصبة لثقافات البحر المتوسط والفضاء المتحفي بذلة حارس وجدت من هذا المتحف من قبل مديرتي لي وجدت وتعرفت لها بثير ديالة واحد هنا واستفت فيهم أشكال كثيرة وات شي جيد وكنت مننا يكونوا الفنانين ويجي دعونا شي حاجة أكثر هذه الزيارة شكلت فرصة للتلاميذ وباقي الأطفال للانفتاح على هذه الفضاءات التراثية الساحرة التي تأخذهم في صفر زماني لاستكشاف عبق التاريخ وكنوز الماضية المتاحف تعرض منتوجات تاريخية متنوعة وقطعا أثرية مختلفة تجسد الموروث الثقافي المغرب الزاخر هذه الأطفال نحن مؤسسة العمران توفر لهم كل وسائل من أجل زيارة المتاحف وانفتاح على عالم الثقافة بصفة عامة التعريف بالموروث الحضاري وزخمه العريق ونهل ثقافة حماية الثراث المغربي للأجيال الصاعدة لطالما كانت من أولويات المؤسسات الوطنية التي تعنى بالثورات والفن والثقافة مبادرات نوعية كهذه تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة المغربية لحماية الموروث الثقافي والنهض بالتنمية الثقافية بكافة تجلياتها نختم مشاهدنا النشرة بالخبر الرياضي وبعد سنوات طويلة اللعبة من خلالها مع برشلونة والمنتخب الإسباني قرر المدافع جيرارد بيكي اعتزال عالم كرة القدم عن سن يناهز 35 سنة ويعد المدافع الإسباني من بين أكثر المدافعين تتويجاً مع الفريق الكتالوني نتابع بورتري التالي لعثمان الطاهر إطلالة لخص بها المسار المسار الذي كتبه رفقة البارس بأحرف من ذهب فهو بكل بساطة من جيل الذهب الكتالوني وتوج بالذهب اليوم حضرت اللحظة التي لم يكن فيها يرغب الودع الوداع من قلعة برشلونة حيث عاش وترعرع كان طفلاً حتى أصبح شاباً ومن بعدها رجلاً لعب وسجل وخطف الأنظار جيرارد بيكي أو فتى برشلونة المدلل يعلن اعتزال كرة القدم بشكل نيائي جيرارد وجد في مباراة الميريا المحطة الأخيرة له مع فريقه الفريق الذي أحبه لدرجة الجنون حتى قال يوماً ألعب لفريق ما بعد برشلونة؟ لا، ولا يمكن أن يحدث هذا سئل لماذا؟ فأجاب أنا برشلوني نافذت بيكي في ملاعب كرة القدم مع برشلونة ولاروخ الإسباني كتب لها أن تغلق في 2022 2022 التي لم يلعب فيها بيكي كثيراً رفقة بارسا تشافي في الخامس والثلاثين من عمره 19 سنة مرت نعم، مرت من العمل والعطاء في عالم الساحرة المستديرة في مشوار بدأه في البارسا عام 2000 قبل أن يلعب في تجربتين مع مانشستر يونيتد وريال ساراكوستا لكن التجربة الأفضل له كانت مع البلوغرانا حيث توج بكل الألقاب كل الألقاب الممكنة في كيليوم يودع الكامبنو يودع جوان جامبر يودع يوهان كريف يودع عائلة برشلونة الفريق كلاعب لكنه لن يودع المدينة أبداً المدينة التي أحبها وعشقها وفي هذه الصورة يطل عليها بأعين ويقول أحبك برشلونة نهاية النشرة ومشاهدين للمزيد من الأخبار زوروا مواقعنا الإلكتروني م24tv.ma إلى اللقاء